بسم الله الرحمن الرحيم والمستشارين والخبراء وكل المسؤولين في هذا الفريق الحكومي العامل منذ الجلسة الأولى في 28 عشرة 2022 وعملنا على برنامجنا الحكومي الذي ناله ثقة مجلس النواب الموقر في جلسة يوم 27 عشرة 2022 هذا البرنامج بأولوياته ومستهدفاته الواضح التي مثلت تلك الأولويات والمستهدفات رؤية واقعية لما نريد أن نعمل لامست بالتأكيد حاجات الناس والتطلعاتهم كأولوية وأيضاً كون هذه الأولويات كانت ضرورة لطبيعة المرحلة والتحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية وانتقلنا إلى العمل في هذا البرنامج بشكل مباشر بدون تأخير ولا تردد أو مماطلة بالتأكيد واجهنا تحديات كبيرة وعقبات مشاكل مضت عليها سنوات لم نتركها دون حل وإنما دخلنا في عمقها وعملنا على تبكيك هذه المشاكل ووضع الحلول لها خصوصاً ما يتعلق بالمشاريع الخدمية كان واضح أن الهمة والتشخيص الدقيق معرفة الأولويات روح المطاولة الالتزام هي السمات البارزة على أداء فريقنا الحكومي هذا كله هو ساعدنا وعموم الجهاز الحكومي في تصحيح مسار عمل واضح لمؤسساتنا التنفيذية وأيضاً لتعزيز الثقة مع أبناء شعبنا الذين نلمس منهم أمل وتفاؤل من الأداء الحكومي نجحنا في ملفات بارزة ومهمة وكان النجاح مسألة رقمية ابتعدنا عن التقييمات والتقديرات غير المحددة والكلمات الإنشائية تركنا لغة الأرقام هي التي تحكم واجهنا الصعوبات في ملفات أخرى وتأخرنا في بعض التفاصيل والملفات خلال عامين توقفنا أكثر من مرة لتقييم العمل وحسب ما تذكرون حضراتكم أصدرنا ثلاثة تقارير عن تنفيذ البرنامج الحكومي وكانت حصيلة جلسات ومتابعات من قبل الفريق الوطني مع الفرق الفرعية في عموم الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة نعم نتحدث عن المنجز بأرقام ونتحدث عن انتقاله في أغلب الملفات لكن وفي كل أنحاء العراق بدون استثناء هذه نقطة مهمة منجزنا ليس في قطاع واحد ولا في مدينة أو محافظة المنجز بأرقام وبوقاء ومعطيات واضح على مستوى الناحية والقضاء ومركز المدينة لكن بالتأكيد أمامنا الكثير من العمل والمهم أولا وأخيرا وقياس النجاح الأوضح هو ثقة المواطن العراقي ورضاها للأداء الحكومي راح أمر بشكل سريع على الأولويات الخمسة نحن عندنا أكثر من نشاط لعرض وتقييم برنامجنا خلال هذه المناسبة وأسبق وأن طلبنا من السيدات والسادة الوزراء في الظهور الإعلامي والحديث في وسائل الإعلام عن ملفات وزاراتهم وتبيان ما تحقق وأنا أعلم أن ما تحقق شيء كثير أكثر مما سوف يتم استعراضه من أولويات سريعة على مستوى الخدمات كانت أولوية كنا تحدثنا ماذا تعني الخدمات المواطن العراقي عملنا من خلال فريق الجهد الهندسي الذي ارتأينا أن يكون هذا الفريق لإنجاز الخدمات السريعة خصوصاً في الأحياء المأهولة والتي لم تصل إليها مشاريع البناء التحتية بدأنا بمواجهة المشاكل المتعلقة بالمشاريع المتلكية وفي كل جلسة في مجلس الوزراء يتم تناول مواضيع أو مشاريع من 2005 لم نترك هذه المشاريع المتلكية فقط سوف نذكر هذه الأرقام عدد المشاريع المتلكية متضمنة العقود والمكونات 1471 مشروع استأنفنا العمل بحدود 555 مشروع على مستوى الوزارات انخفضت المشاريع المتلكية من هذا الرقم 1471 إلى 916 استأنفنا العمل أيضاً ب442 عقد على مستوى المحافظات هذا غير مشاريع الوزارات المشاريع المستمرة الآن في الوقت الحالي للوزارات والمحافظات 8934 مشروع هذا هو كان حجم العمل على مستوى المشاريع الخدمية ركزنا فيها على مشاريع البنى التحتية شبكات مياه الصرف الصحي محطات المعالجة وعلاقتها بالتلوث البيئي وأيضاً توفير مياه الشرب للمواطنين لغاية يوم أمس وأحنا ندرج مشاريع جديدة بحكم التوسع السكاني وإنشاء مدن وأحياء وكذلك بدأنا بحل مشاكل مستحصية على صعيد البغداد والمحافظات مشروع فك الاختناقات المرورية كان واحد من أوضح المشاريع رغم التوسع في بغداد لم تعالج هذه العملية وبقية العقد المرورية تسبب اختناقات واضحة وازدحامات مشاريع الطرق والجسور أيضاً متعلقة بالزيارات المليونية اليوم نواجه ملايين من الزائرين في كل زيارة في كل مناسبة لا يمكن لهذه الطرق المتهالكة منذ عشرات وعقود من السنين أن تستوعب هذا العدد الهائل في الموسم الماضي كانت عدد الحوادث رقم مرعب وضحايا من الزوار العراقيين والأجانب العام الماضي بدأنا ببعض المشاريع الحمد لله انخفض هذا الرقم فإذن هذه كانت من المشاريع المهمة على مستوى الخدمات وين تأخرنا بالخدمات؟ ونحن نتحدث مفقط على المنجز نتحدث أنه وين تأخرنا في هذا القطاع في هذه الأولوية تأخرنا لحد الآن ما حسمنا مشروع تحلية مياه البصرة وكنا في البرنامج الحكومي وضعنا أنه خلال ثلاثة أشهر يجب أن يحسب هذا واحد كذلك الخدمة المطلوبة في المطارات العراقية للأسف لا زالت دون المستوى المطلوب وخصوصا في مطار بغداد الدولي ما يليق لا بالمواطن ولا بالعاصمة بغداد أيضا تأخرنا في مسألة تهيئة قطع الأراضي السكنية وتوزيحها للمواطنين إن كان عندنا التزام أن نبدأ بتوزيع خمسمائة ألف وحدة قطعة أرض سكنية أكيد المشاكل الأراضي هي من المشاكل المعقدة التي تواجه حتى مشاريعنا التي أقررت كمشاريع المدن السكنية لكن هذه واحدة من القضايا التي تأخرنا فيها على مستوى قطاع الصحة مستشفيات جديدة وتأهيل مستشفيات ومراكز تخصصية ومراكز رعاية أولية وأيضا عملنا على إعادة تأهيل مستشفيات ومراكز صحية على مستوى الكهرباء حققنا أعلى إنتاج للطاقة الكهربائية في تاريخ العراق وصلنا إلى 27 ألف ميجاواط وخصصنا أموال وبدأنا بمشاريع ونخطط المشاريع كما أقر مؤخرا يتعلق بفك الاختناقات في مجال النقل والتوزيع ومشاريع الدورة المركبة والمغذيات الجديدة كانت لدينا خطوة مهمة على مستوى الطاقة الشمسية جمال عدد المشاريع 11 مشروع بطاقة منتجة 5720 وهذه الحكومة هي أول حكومة تبدأ بتنفيذ فعلي لهذه البشاريع وين تأخرنا بالكهرباء؟ تأخرنا في مشاريع النقل والتوزيع وأثرت على مستوى الخدمة للمواطن وبالتالي يحتاج لنا عمل مكثف في هذه القطاعات على مستوى السكن على أنها المدن السكنية مهمة رغم الإجراءات التي استعجلنا فيها واختصرنا الكثير من الروتين لكن لا زالت حقدة الأراضي وتسليمها هي الحائل دون أن تباشر كل المجمعات أو المدن السكنية هذه المدن سوف تحدث نقلة نوعية في تخصيص ويحدات سكنية بكافة الخدمات المواطنية على مستوى التربية والأبنية المدرسية نعم قطع نشوط مهم في مختلف المشاريع قسم مشاريع متلكية مثل مشروع رقوم واحد وأيضا من المؤمل في هذا العام أن ننهي مشروع القرض أو الاتفاق العراقي الصيني وكذلك كانت هناك مشاريع تتعلق بتأهيل وتربيم مدارس في مختلف المحافظات هناك مشروع مهم في صندوق العراق للتنمية سوف ينهي حاجتنا للمدارس وفق رؤية جديدة تتعلق بشراء الخدمة على مستوى التعليم أيضا هناك إجراءات مهمة في هذا القطاع الحيوي سوء كان يتعلق بالابتعاث ومشروع درس في العراق وأيضا إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2020-2031 المحور الآخر محور مكافحة الفقر بعد سلسلة خطوات وإجراءات مهمة تتعلق بشمول 962 ألف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85% ما يعني أننا شملنا بحدود 7 مليون وستمائة ألف فرد بالحماية الاجتماعية هذه هي التي توفر النقد للعوائل من من دون خط والأسر من من دون خط الفقر أضفنا إلى ذلك توزيع سلة غذائية شهرية وصل العدد إلى أيضا بحدود 130 مليون سلة منذ تشكيل الحكومة على مستوى عامين فعندنا المنحة الطلابية من أبناء العوائل المشمولة التغذية المدرسية أيضا ساهمت في الأخضية الأشدة فقرا وكثير من الإجراءات التي تتعلق بالأجور الدراسية وذوي الإعاقة والتسهيلات إضافة إلى الأطفال المصابين بالسكري وشمولهم بالرعاية الاجتماعية أيضا ما يتعلق بالضمان الصحي للمشمولين بالإعانات الحماية الاجتماعية هذا الفقر هو ليس فقر من أجل إيجاد بدل نقضي شهريا وإنما فقر متعدد الأبعاد تعلق بخدمات التربية والصحة والسكن والخدمات إضافة إلى الوضع المعيشي هذه الإجراءات ساهمت في خفض نسبة الفقر وهذه أحدث نسبة جاءت بعد إكمال المسوحات لوزارة التخطيط من المؤمل أن تعلن عنها خلال أيام أو اليوم سوف يعلن عنها خفض نسبة الفقر إلى 17.6 17.6 بعد إن كانت 23% هذا مؤشر واضح حول معالجات الحكومة لقضايا الفقر المحور الآخر توفير فرص العمل ومكافحة البطالة عالجنا مشاكل موروثة في بداية عمل الحكومة جزء البعض انتقدنا على أنها سياسة غير اقتصادية في حين أننا كنا أمام أعداد هائلة من المحاضرين من العقود من الأجور من قراء المقاييس أصحاب الشهادات العليا الخريجين الأوائل درجات أو عقود في كل الدوائر ومؤسسات الدولة مضى عليهم سنوات ولم تحسم مشاكلهم وأيضا كان لديهم سند في القانون وتخصيصات مالية اتخذنا القرارات في حينها وتم إصدار أوامر تعيينهم وكانت عامل أساسي في توفير فرص عمل كذلك أطلقنا مبادرة ريادة وحصيلتها أرقام واضحة هذه الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال عامين ساهمت في خفض نسبة البطالة من 16.5 بالعشرة إلى 14.4 بالعشرة نحن نتكلم عن نسب ومؤشرات واضحة ومعتمدة من قبل الأجهزة الرسمية محور مكافحة الفساد المالي والإداري وهذا الظاهرة وهذا التحدي الذي يواجه كل خطط ومشاريع الدولة عملنا بعدة مستويات سواء كان على إصلاح الإداري لهذه المؤسسات أو من خلال فلسفة جديدة بالتأكيد على إجراءات استرداد الأموال والمطلوبين وحققنا أرقام في هذا المجال على مستوى محور الإصلاح الاقتصادي والمالي وهذا هو التحدي الأكبر لبلدنا بلدنا بلد يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للإرادات والتوظيف الحكومي الذي لم يعد يستوعب كل ما لدينا من مخرجات التربية والتعليم كان ولابد أن نذهب وندخل لهذا المحور الإصلاحي الاقتصادي والمالي ولله الحمد وضعنا خطوات أستطيع القول أنها أصلاحات هيكلية في قطاع الاقتصاد ساهمت فيها كل مؤسسات الدولة وكان واحد من مؤشرات الإيجابية أنه تم خفض التضخم الإجمالي من 4.9% في عام 2022 إلى 3% في عام 2024 حقق لزيادة بالإيرادات غير النفطية بنسبة 6% ورفعنا الإيرادات الضريبية لعام 2024 بنسبة زيادة 23% نخلنا مجال الإصلاح المالي والنقدي والدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكتروني بيو اس تفعت أعداد العمليات الدفع الإلكتروني بأرقام غير متوقعة فقط أذكرها وصلت مجموعة المبالغ المحصلة من الدفع الإلكتروني أكثر من 7.6 مليار دينار حين كانت في كانون الثاني 2023 لا تتجاوز 2.4 مليار و400 مليار هذا بحكم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومجالسها الوزارية كان واحدة من أهم الإصلاحات الاقتصادية هو وضع مادة في قانون الموازنة لثلاث سنوات تتعلق بتأسيس صندوق العراق للتنمية وما يمثل هذا الصندوق من رؤية جديدة لدعم القطاع الخاص ودور الدولة كمنظم للفعاليات الاقتصادية إضافة إلى ذلك وضعنا مادة تتعلق بمنح الضمانات السيادية المشاريع الصناعية والزراعية ومختلف القطاعات على مستوى القطاع الصناعي كانت هناك نقلة في عرض فرص استثمارية ومنح إجازات استثمارية وافتتاح مشاريع على مستوى الصناع الدوائية انطلقنا في هذا الملف بشكل واضح وغير مسبوق وصلنا إلى تغطية أو تلبية الحاجة المحلية بنسبة 35% بعد أن كانت 10% ومن المؤمل أن نصل إلى 85 خلال الثلاث سنوات القادمة وين تأخرنا بالإصلاح الاقتصادي كثير من القوانين الداعمة لتنشيط القطاع الخاص بمقدمتها قانون العمل قانون الضمان لم تطبق بشكل صحيح وتركت أثر سلبي على القطاع الخاص كشركات وأيضا أخلت بضمانات العاملين في هذا القطاع نواجه بيروقراطية وروتين في مسألة التسهيلات وبيئة الأعمال الجاذبة للشركات في تسجيل الشركات والدوائر الضريبة والقمر كذلك نواجه جملة تحديات في المنافذ الحدودية رغم الإصلاحات المهمة وتطبيق الربط الشبكي الإرادات في المنافذ لم تصل إلى المستوى المطلوب وخصوصا ما يتعلق بالعلاقة مع منافذ في إقليم كردستان نحتاج إلى مزيد من الإجراءات لضبطها وكذلك تحدي الآخر المتمثل بتوحيد التعرفة القمركية أيضا في مجال الإصلاح الاقتصادي تأخرنا كثيرا في النهوض بواقع قطاع السياحة وللأسف لم نستثمر ما لدينا من مواقع دينية وتاريخية وأثارية وطبيعية هذه كلها كان يفترض أن تتحول إلى قطاع اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني على مستوى الزراعة لله الحمد حققنا الاكتفاء الذاتي على مستوى المحصول الستراتيجي لكن نحتاج إلى المزيد من العمل في رؤية زراعية وفق ما لدينا من موارد مائية ورغبة من الفلاحين والمزارعين كذلك كان هناك أعمال لدينا على مستوى الموارد المائية في إنجاز بعض المشاريع لكن تبقى التخصيصات عامل حاكم في مجال الاتصالات هذا القطاع الذي من المؤمل أن يكون من أهم القطاعات التي توفر إيرادات للدولة وكذلك يستوعب الباحثين عن العمل صحيح أطلقنا أو اتخذنا القرارات التي من شأنها تأسيس شركة الوطنية الهاتف النقال لكن ننتظر إكمال هذا الأمر والتفاوض مع الشركات العالمية حتى تكون الخدمة متاحة وأيضاً تمثل إيرادات إضافية للدولة في قطاع الرعاية الرياضية هناك نسبة متقدمة من الملعب التي أنجزت والتي يتمثل أهمية بالنسبة لأبنائنا الرياضيين وكذلك المجتمع الذي يعشق الرياضة على مستوى المشاريع الستراتيجية فيها هذين العامين أعلننا عن مشروع مشروع العراق الكبير مشروع طريق التنمية ووقعنا مذكرة التفاهم الرباعية مع دول قطر والإمارات وتركيا والعمل متواصل رغم أن البداية متأخرة وتحتاج إلى المزيد من انضاج آليات العمل والحوكمة والهيكلية لكن نعمل بشكل متوازي مع الشركات المتخصصة بعملية التصميم أعلننا أيضاً عن مشاريع تأهيل السكك الحديد الحالية لكي تكون مشروع ثاني لحين بناء مشروع طريق التنمية كذلك أعلننا عن مشروع قطار كربلاء النجف ومترو بغداد وهذه واحدة من الفرص الاستثمارية الكبيرة نتابع التفاوض المتواصل بين الجهات القطاعية والشركة الاستشارية مع الشركات المتقدمة كذلك مشاريع إدارة المياه مع الجانب التركي اللي يتمثل واحد من أهم المشاريع الستراتيجية التي تؤمن لنا استدامة في الجانب الزراعي على مستوى مناء الفاو الكبير ولله الحمد قطع أشواط مهمة وصلنا إلى نسب إنجاز متقدمة في المشاريع المعلنة الأرصفة والنفق المغمور والقناة الملاحية وساحة الحاويات وكذلك الطريق الرابط بميناء الفاو المقصر هذه أبرز المشاريع التي تتعلق بالأولويات بالتأكيد كل وزارة كل جهة لديها عمال إضافية لديها منجز أنا حاولت أن أختصر هذه المنجز للبرنامج الحكومي في ملف استكمال السيادة الوطنية أنجزنا حوار مهني وشاق طيلة أشهر وصلنا إلى اتفاق مع دول التحالف الدولي حول موعد إنهاء مهمة هذا التحالف الذي ساعد العراق في الحرف ضد الإرهاب كذلك تمكننا من إصدار قرار في مجلس الأمن حول إنهاء بعثة الأمم المتحدة وإنهاء الوصاية السياسية على العراق وهذا منجز مهم للدولة والنظام السياسي والعملية السياسية أبرز التحديات مهم جدا أن نقف أمامها ويكون واضحة أمام شعبنا الكريم التحديات السياسية تتعلق بالعمل الدؤوب من الجميع لضمان التوافق السياسي بشأن الملفات المهمة في الدولة على أساس الدستور والمصالح الوطنية العليا خصوصا في ظل المناطفات الأخيرة التي تحصل في المنطقة نتيجة العدوان الصهيوني على غزة ولبنان تحديات تواجهنا تحديات مالية عبر توفير السيولة النقدية وضبط أولويات الإنفاق والتحول إلى موازنة البرامج وفق المنهاج الوزاري والسعي لزيادة الإرادات وترشيد الإنفاق والتحول الرقمي في المعاملات المالية والقمرقية ومواجهة معرقلات التغيير تحديات نقدية التعامل مع العقوبات الاقتصادية على بعض المصارف وأخضاع جميع التعاملات المالية لقواعد الانتثال والحوكم تحديات مؤسسية مواجهة الترهل والبيروقراطية السلبية في دوائر القطاع العام وجمود الهياكل التنظيمية وتأثيرها على مجمل الخطط التي نتحدث عنها سواء كان في خدمة المواطن أو تهيئة البيئة الجاذبة للقطاع الخاص تحديات تشريعية تمثلت بكثرة التشريعات القديمة والنافذة والتي لا تواكب المرحلة الحالية وتعرقل مسيرة الإعمار والاستثمار والخدمات تحديات مجتمعية تلبية متطلبات شعبنا العزيز في الرغبة بتسريع وتيرة الخدمات العامة وتأمين فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة وهو من أهم واجبات الحكومة وأيضاً هو استحقاقات المواطن العراقي تحديات إقليمية ودولية مثل ما ذكرنا المنطقة تمر في تطورات في الصراعات والنزاعات وهي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية للعراق تحديات التقنية تمثلت في ضعف استخدام التكنولوجيا وأنظمة المعلومات والبرامج الرقمية في التعاملات اليومية في دوائر القطاع العام وهذا التحدي أمام كل وزارة وكل مؤسسة علينا أن نعي حجم وخطورة هذا التحدي والبقاء متفرجين سوف يؤخرنا كثيراً فضلاً أننا تأخرنا كثيراً قياساً لما يحصل في المنطقة والعالم التحديات الفنية تمثلت بوجود آلاف المشاريع المتلكة والمتوقفة والموروثة عن الفترات السابقة معالجاتها أكيد صعبة قصة منعتها تتعلق بسلطات أخرى كالسلطة القضائية تتعلق بحقوق آخرين قطاع خاص لكن ملزمين أن ندخل هذه التحديات وهذه المشاكل ونجد لها الحلول ختاماً السيدات والسادة والأخوات والأخوة الأعزاء نحن بصدد تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل بناء على برنامجنا الحكومي وما تضمنه من أولويات ومستهدفات بالتأكيد هذه الحكومة حكومة ائتلافية ضمت مجموعة من القوى السياسية في ائتلاف دارة الدولة والذي شكل هذه الحكومة واتفق على برنامجها وبالتالي في قرار التعديل الوزاري ليس موقف سياسي تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزم ولا موقف شخصي تجاه الشخصيات الكريمة التي تشرفنا بالعمل معها طيلة العامين الماضيين وإنما هو رغبة للوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة ومتطلعات المواطنين كل التقدير والاحترام لكل الجهود التي بذلت على مستوى الوزارات والجهات الغير متبطة بالوزارة والمحافظات والحكومات المحلية اللي هم شركاء معانا في هذه العملية وفي هذا البرنامج وفي هذه الأولويات خصوصا بعد أن أكملنا استحقاق مهم متمثل بإنجاز انتخابات مجالس المحافظات هذا الاستحقاق الذي تأخر سنوات اليوم الحكومات المحلية هي ذراع تنفيذي في تنفيذ هذا البرنامج الحكومي ولا ننسى الاستحقاق المهم الذي ينتظرنا والمتمثل بالتعداد السكاني شكرا جزيلا ونسأل الله التوفيق والتزديد لخدمة بلدنا وشعبنا العزيز